فاشل اليمين المتطرف في فرنسا في الفوز بأي منطقة في انتخابات مجالس المناطق التي أجريت الأحد بعدما تكتلت ضده الأحزاب التقليدية لمنعه من ترجمة تقدمه التاريخي في الدورة الأولى إلى فوز غير مسبوق قبل 16 شهرا فقط من الانتخابات الرئاسية ولكن رغم هذه الخسارة فإن حزب الجبهة الوطنية حصل على جائزة طردية في الدورة الثانية تمثلت بتحقيقه رقما قياسيا في عدد الأصوات التي حازها على المستوى الوطني والتي فاقت تلك التي حصل عليها في الدورة الأولى في الأسابيع المقبلة ستتشكل في البلد بكامله هيئات من حزب الجبهة الوطنية ستعمل على استقبالكم وجمع الفرنسيين من كل الأصول الذين يريدون مساعدتنا على إصلاح أمتنا لا شيء سيتمكن من إيقافنا ورحب رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس بنتائج الانتخابات محذرا في الوقت عينه من أنها لا تبعث على الارتياح ما من ارتياح اليوم؟ ولن نتصرف كأننا منتصرون خطر اليمين المتطرف لا يزال قائما بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي زعيم المعارضة اليمينية أن هذه النتائج لا تلغي ما وصفه بناقوس الخطر الذي قرعته نتائج الدورة الأولى سيكون من الخطأ الانتقال كما غالبا من انتخابات إلى أخرى كما لو أن الفرنسيين لم يقولوا لنا شيئا وبحسب النتائج فاز اليمين بسبع مناطق بينها منطقة باريس التي انتزعها من أيدي الاشتراكيين منهيا بذلك احتكارا يساريا استمر 17 عاما في المقابل تمكن الحزب الاشتراكي الحاكم من أن يحدى خسائره بفوزه بخمس مناطق من أصل مناطق البلاد الثلاث عشرة في حين فاز القوميون في جزيرة كورسيكا المتوسطية محققين فوزا تاريخيا غير مسبوك